موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى حروب الأعلام طفان الأقصى كلما ثقل لسانة الأبيب وضعفت حجتها أمام الرأي العام تزايدت أساليب ترهيب المناوئين لها في حلقتنا لليوم من حروب الأعلام نرصد حالة الوصاية على حرية التعبير في ديمقراطيات كبرى ما نطاقها وما تأثيرها هل يتعمد الاحتلال فعلا في حربه على غزة تغييب شخصيات فكرية وعلمية بارزة بالقتل وسفك الدم نناقش هذه المواضيع مع ضيفتنا وزميلتنا مديرة الميادين أونلاين بهية حلاوي مساء الخير بهية وأيضا نرحب بضيفنا ناشط السياسي من واشنطن دان كوهن أهلا ومرحبا بك سيد كوهن أهلا بكم المحور الأول الثقافة الإلغاء تنتشر كالنار في الهشيم في الأوساط الأكاديمية والسياسية والأمريكية وحتى بعض الدول الأوروبية نبدأ من هذه النقطة تحديدا بهذا المحور بهية كيف تفاعل ثقافة الترهيب فعلا بملحمة طفان الأقصى وكيف رصد طوله وفى بالتوازي مع مهمة فضح الأكاديم والتضليل التي نتابعها منذ الأيام الأولى لمعركة طفان الأقصى اليوم نتابع مسارا متوازيا بموضوع الترهيب وثقافة الإلغاء وثقافة الهيمنة على المنصات وعلى المحتوى وعلى المنشورات وحتى محاولة لاحتكار السرديات هذا يوميا بتنا نعينه في مختلف الجوانب والأقصام سنبدأ من هذه التغريدة حول تقرير يتحدث كيف يخشى فيه الباحثون المتخصصون بقضايا الشرق الأوسط على وجه الخصوص من التحدث علنا أصبح الموضوع يخيف مجموعة من الباحثين المتخصصين لأنه ربما الأراء التي سيقدمونها والنتائج التي خلصوا إليها في هذه الأبحاث وفي هذه التقارير لا ترضي المؤسسة الأمريكية والجهات الناشرة التي ستتبنى هذه التقارير هذا التقرير يعني يستند إلى استطلاعات رأي ويشير إلى انتشار الرقابة الذاتية في صفوف هؤلاء الباحثين نتحدث ربما ضمن الفرق العاملة والوحدات المتخصصة والمجموعات التي تعمل على أبحاث معين هؤلاء باتوا يخشون نشر المعلومات كما هي والتقارير والنتائج كما هي خوفا ربما من الرقابة خوفا من الترهيب خوفا من أسليب يعني نعينها بشكل يومي من الفضح من التزوير من الاتهامات وحتى من محاولات الضغوطات التي تصل إلى الطرد من العمل والمسبي الحياة الشخصية وقد كنا أمام عدة محطات يعني إجبار هؤلاء الموظفين أو هؤلاء الأكاديميين على ترك مناصبهم نتيجة المواقف أو نتيجة خلاصات هذه الأبحاث التي قاموا بها نعم في هذا الإطار تكتب أيضا صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن تراجع أساتذة في جامعات أمريكية تحديدا عن إلقاء اللوم على إسرائيل فيما جرى في السابع من أكتوبر لماذا؟ لأنه تعرضوا لانتقادات طبعا انتقادات على المقياس الإسرائيلي يعني جزء من عملية ترهيب نحن الذي يعني يصلنا من الإعلام الإسرائيلي ربما انتقادات ولكن ما نعينه على المنصات وبعض التسريبات وحتى في الحديث إلى مجموعة من الباحثين والأشخاص الذين انسحبوا ربما من أعمالهم والمراكز التي يتبوؤونها يعني هؤلاء طبعا تعرضوا لما هو أكثر من انتقادات نتحدث عن حملات ممنهجة من الأمور الشخصية وصولا للمساس بالمناصب والأدوار أيضا في صحيفة نيويورك تايمز تؤكد أن الصروح الأكاديمية الحكومية كالكليات والجامعات تواجه ردود فعل عنيفة في أثناء محاولتها التفاعل مع هجمات حماس والحرب في غزة الدليل على هذا حالة التوتر التي تخيم مثلا على جامعة هارفرد هنا مثلا ملصقات في هارفرد تتحدث أن هذه الجامعة تحولت إلى جامعة حماس على خلفية موقف رئيستها كلودين جي نحن البارحة خصصنا مساحة بجلسة الاستماع التي باتت جلسة استجواب من الكونغرس الأمريكي لمجموعة من أعرق الجامعات نتحدث عن أكسفرد وهارفرد وأم آي تي المادة تفاعلت والموضوع تفاعل على المنصات واستمرت الانتقادات الواسعة وأصبحت حملة ممنهجة وضغطات مباشرة للجامعة والقيمين على الجامعة لحس الشخصيات التي تحدثت وشاركت في جلسة الاستماع للتراجع عن هذه المواقف ومن هذه التفاعلات كان اتهام الجامعات بأنها أصبحت جامعات حماس وأيضا يعتبرون دائما أن الحديث عن الدعوة إلى ارتكاب الإبادة الجماعية لليهود وأن هذه الأمور تتعارض مع قواعد السلوك في الجامعات والتركيز دائما على جزئية الكنتكست أو السياق أنه إجابات الشخصيات أو المسؤولين من الجامعات البارحة كانت دائما مرتبطة بالسياق الذي سترد فيه الانتقادات أو التصريحات أو المواقف الخاصة بالطلاب المشاركين بهذه العمليات ولكن الشخص المسؤول الذي كان يستجوب هؤلاء كانت تريد منهم إجابات محددة إجابات مغلقة إجابات هل توافق أو لا توافق يعني سيغة تطرح السؤال هو مغلق فقط بخيارين يضع ويذكرنا بموضوع ضيق نظام حماس أو هل تدينون حماس ومجروم حماس في السبع من أكتوبر تماما ومن هنا يمكن أن نفهم ردود الفعل المناهضة المناهضة لرؤساء الجامعات الأمريكية الثلاث الذين مثلوا أمام الكونغرس البارحة منشورات تطالبهم بالرحيل رئيسة جامعة هارفرد على وجه الخصوص أيضا أليزابيث ميجيل وسالي كورنبلاس نموذج آخر على الحملة هذه التي استمرت وتفاعلت كانت ضد رئيس جامعة هارفرد ومطالبات بفصلها في الحال وأيضا يعتبرون أنه ما كانت لتقول ذلك لو أن الموضوع يتعلق بذوي البشرة الملونة المنافقون ومعادو السامية كلهم سواء هكذا كانت نوعية الاتهامات ونوعية المشورات الموجودة خلق مقاربات وحتى السياقات مختلفة عما يجري في غزة بهية عموما هي ظهرت في فيديو مسجل لتتراجع عن المادة التي صرحت بها أو الإجابات التي طرحتها أمام الكونغرس وتؤكد أن موضوع رفض معادات السامية هو أساسي وأرادت أن تتراجع أمام الجمهور وتوضح فعليا موقفها كما أشاهد وهذا دليل كبير على سياسة الترهيب التي أجبرتها على التراجع نعم وسنتابع أعتقد هذه الصوتية الآن لقد لم تكن على قسمة المشورة في المشورة في ذلك المشورة في جميع التراجع على المشورة للقسل بالمشورة تقريرا. تحرم مجرمات المنوذيك من الجنسيات بشكل مضيحاً. تحرم مجرمات الوصول تحرم مجرمات العشارة فريدون كما يتطلبون اقتربتك ومتبعها عشانات التفاق في الوصول في مني يتبعه فشلية لذلك تحرم مجرمات المنوذيك For decades, under multiple Penn Presidents and consistent with most universities, Penn's policies have been guided by the Constitution and the law. In today's world, where we are seeing signs of hate proliferating across our campus and our world in a way not seen in years, these policies need to be clarified and evaluated. من الواضح يعني نحن أمام حملة منظمة ممنهجة حملة ترهيب لحث أولاء على التراجع واضح أن هذه الإطلالة التي ظهروا بها الشخصيات الأكاديمية التي شاركت في جلسة الاستماع لم تعجب أبدا المؤسسة الأمريكية ولا اللوبي الإسرائيلي ولا المؤيدين لهذا اللوبي بطبيعة الحال وقوة المال لديهم كبيرة جدا في الجامعات بموضوع التمويل والتبرعات التي يستخدمونها كأداة للضغط ولتمرير السياسات الخاصة بهم ولفرض صقف على الحديث وعلى الأداء وعلى السلوك لتقديم النموذج الذي يرضي هذه اللوبيات وهذا النموذج حتى انطلاقا من حديثها بهية تعزيز الكراهية من ساهم بتعزيز الكراهية هذا الخطاب الغربي حتى الإعلامي الذي سيقه حتى بفكرة نزع سياق ما جرى بسبع من أكتوبر ليس هو السبب نحن نتحدث عن سبب المحتل الذي احتل هذه الأرض طيلة هذه العقود بما أوصلنا إلى كيفية أسلوب الدفاع من قبل الشعب الفلسطيني عن حقه وأرضه وأساسا في المظاهرات والاحتجاجات التي دعا إليها الطلاب وشاركوا فيها لم نشاهد أي فيديو أو أي مادة توثيقية يتحدثون فيها عن إبادة اليهود بالطريقة التي تم تقديم الأسئلة على المستمعين والمشاركين ولكن لا نستغرب وفا إذا كان واقع الترهيب هذا يطال المسؤولين الكبار فما بلنا بالطلاب يعني هنا توم هورن مثلا مدير إحدى المدارس الثانوية يتهم طلابا في الولاية ببث دعاية لحركة حماس فقط لأن بعضهم عمد إلى الإضاءة على الأزمة الإنسانية المستفحلة في قطاع غزة وانطلاقا من مستندات وداتا وبيانات من اليونساف ومن منظمة العفو الدولية وسنتابع هذه الصوت أ اج Saying I sent an email to the superintendents of all the local school districts in our state and I told them that they ought to try to keep UNICEF and amnesty international off of their campuses because the literature that they put out is anti-Semitic and anti-American and so I got some push back people say well it's illegal to exclude a club based on its political view But if that were true, then the Ku Klux Klan could demand that they be on the campus, and obviously that's not. So I know we've heard a lot of crazy things as of late, but that has to be up there, right? For some quick context, my cousin in Arizona, he's a high schooler. He is the president of the UNICEF club at his high school. His club collabed with the Amnesty International Club at the high school. They put on a joint presentation highlighting specifically the humanitarian crisis happening. أمسك 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 قلبي كانت ممت تم إليها فكرة فكرة وليس 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 وعي أمسك ويظهر وضع ونزل أمورب الصقدي ممتعار عدة هذه الممتعارات التقليقة لتتابعون سيئ البرخارات التقليقية المتاكين مجرم بقصة حق تلك اعتين بقصة فريق، ويوتي امتعار في القصة المتعارات التقليقية ذلك سيتوم بالمتعارة العدية من التفاعلات بالمتعارة النبEOVER ويجب أن أتركك بمفرحات المناسبة لقتل تجابات حماس مرات المتبع ممتعه، أس اليوم من العديد يقرر المنحسين حيثهم سيد دانكوهن انطلاقا من عنوان هذا المحور ومن كل هذه الأمثلة التي عرضتها الزميلة بهية المناخ، مناخ الترهيب، التخويف، الملاحقات كل الأدوات من قبل هذه المنظومة اللوبيات الصيونية سخرت يعني أدوات الخشنة وكذلك الناعمة كيف أثرت حملات الترهيب على مواقف الأكاديميين النخبويين وحتى على من هم مناصرون للقضية الفلسطينية ويناصرون الآن ما يجري مع الشعب الفلسطيني ما نراه أسلوب المافيا تمارس من قبل اللوبي الصيوني وهو اللوبي قوي للغاية التصريح الصادر عن رئيسة جامعة تنسلفانيا يمكن أن نرى كأننا نرى نقطة حمراء على جباتها وكأن هناك قناص إسرائيلي ينتظر لكي يكون بتصفيتها في حال عدم قولها الكلام المطلوب إذن كما قلت حمل التخويف حيث أن هؤلاء لا تحدث عن المسؤولين في الجامعات لا يؤمنون بما يقولونه ولكن يتعرضون للضغوط من قبل جهات مانحة وهي تدعم هذه الجهات تدعم بشكل كامل الإبادة الجمعية الصهيونية ويعرفون أنه سيتم القضاء عليه معلنا إذن هذا يحصل في كل مكان رأينا قرار مشروع قرار جلت تمريره في الكونغرس الأمريكي وهو يدين ويعتبر أن معادات الصهيونية بمثابة معادات السامية وهذا معادات السامية بحداته لأنه يسوي بين اليهودية والصهيونية والصهيون هم فقط يؤمنون بذلك بالإضافة إلى النازيين إذن هذا لديه تأثير سلبي كبير عموما على حرية التعبير وعلى أيضا حق الرأي في أي موضوع كان وأيضا أمر ملفت لأنهم يتحدثون عن الإطار يجب أن نفهم بأن هذه العبارة من البحر إلى النهر أو أي شكل من أشكال الدعم لفلسطين ضمن الإطار ولكن لا يريدون أن يتحدثوا على الإطار المطلوب أي لبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة وأي شخص لديه دومير يجب أن يتحدث ضد ذلك إذن ما نرى هو التهديد الأكبر لحرية التعبير وأيضا للمادة الأولى أو التعديد الأول للدستور الأمريكي إسرائيل الصهيونية هذه التهديدات الأساسية سيد كوهين هل هو سلوك جديد أم سلوك قديم وهذا يعيدنا بدراسات ومحطات مفصلية أساسية في خمسينيات القرن الماضي كانت تعرف بالحقبة المكرثية تحديدا بحملة ملاحقة الشيعيون تحت تهمة بميولهم اليسارية حتى بستينيات القرن الماضي كان يمارس هذا الإرهاب الفكري الترهيب التخويف على الطلاب ولسيما مع النقاش والجدل الذي كان قائما حول جدوى وأحقية أمريكا بحربها الاستعمارية في الفيتنام هل نحن أمام دروس ومستقات وسياقات مشابهة لما حصل في خمسينيات القرن الماضي أو ستينيات القرن الماضي ولماذا لم تتطور الرؤية في هذه المنابر وهذا الصرح الأكاديمي في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية ما تشرين إليه فترة المكثية حيث سناتور جوسف مكرثي أصر أن الشيعيين قاموا تسللوا داخل الحكومة الأمريكية وبزارة الخارجية الأمريكية وادعى أن لديه لائحة من العديد من الشيعيين الذين كانوا يسيطرون على الحكومة الأمريكية وبصراحة هذا عبارة عن مؤامر معادية للسامية إذن تم استخدام هذه اللائحة من أجل الحمرة القمع وتدمير الناس ولكن في النهاية تم كشف عن جوسف مكرثي كشخص يقوم بنشر الأكاذيب والآن في الولايات المتحدة ننظر إلى تلك الفترة على أنها فترة عار حيث نحن ضحينا بالقيم قيم حرية التعبير وحرية الكلام وذلك من أجل قمع التحركات المعادلة للحروب وأيضا حصل شيء مماثل في الستينيات إذن نفس الديناميكية نحتاجها تتكرر مرة أخرى في أي وقت يرفع أي شخص صوته ضد التورط الأمريكي أو في هذه الحالة الدعم المباشر للإبادة الجامعية الصهيونية لفلسطين عندما يتم رفع الصوت يلقب هذا الشخص أو هذا الطرف على أنه تهديد من الداخل أو خائن وبالتالي يجب القضاء عليه إذن مجددا الأمريكيون والجميع يجب أن يدرك وللأسف العديد من الأمريكيين الذين يدعون بأنهم يؤمنون بالدستور ويؤمنون أيضا بالتعديل الأول وكل هذه المواد هي تؤكد على حرية التعبير وحرية الكلام وحرية الدين والمعتقد ولكنهم لا يفهمون أن الولاء الأمريكي الأعمى للحليف الأول هذا ما يهدد وهذا ما يقود الحريات التي نتمتع بها في هذه الدولة إذن من دون أدى شك التاريخ يعيد نفسه التاريخ للأسف يعيد نفسه بهذه الأحداث ومناخ الترهيب بهية ولكن لا نتحدث فقط عن الولايات المتحدة الأمريكية بل عن مجتمع غربي حتى هذا المثال يساق إلى داخل القارة الأوروبية كيف رصدتم ذلك بأمثلة من داخل أوروبا وحتى بأمثلة يمكن القول مشابهة لما يجري في الولايات المتحدة يعني بداية استعرضنا الموضوع الأكاديمي وتفاعل هذا الموضوع مع الأكاديميين والطلاب حتى في المدارس وفي الجامعات أيضا الأمر نفسه ينسحب على الإعلام وكنا قد عيننا الكثير من الحالات ربما عين منها كان أيضا ما حصل مع مهدي حسن الذي تم إيقاف برنامج خاص به على شبكة أم أس أن بي سي نتيجة الانتقادات التي توجهها لإسرائيل ولكن اليوم حتى في عدد من الدول الأوروبية هناك نمادج يجب الوقوف عندها ومعاينتها وتقديمها أمام الجمهور مثلا تنسحب هذه الأمور على ألمانيا حيث أصدرت ولاية سكسونيا قرارا يلزم الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود يعني هذا من ضمن الشروط والمعايير لملء الاستمارة والبيانات والمستندات التي تخول هذا الشخص أنه بتقديم طلب الحصول على الجنسية الألمانية وهناك أيضا دعوات لتعميم هذا القرار ليشمل كل ولايات البلاد وليس فقط هذه الولايات هذا الأمر وكأنه التحرر من عقدة الذنب بالنسبة للألمان بما يتعلق بالهولوكوست يتم عبر هذا السياق اليوم حتى أكثر من ذلك ربما هذه أفكار ونماذج تبدأ في ولاية محددة في بلد أوروبي معين وسرعان ما يتم المطالبة بها في بلدان أخرى أو تصبح نموذجا للأعتماد في عدد من البلدان والولايات وحجة أو سباق ومنافسة حتى على إرضاء إسرائيل وإرضاء دولة الاحتلال عبر تقديم أفكار ومشاريع ومقترحات وترضي الجمهور أيضا وتشعر الناس وكأن هذا البلد أو هذه الحكومة فعلا مهتمة وفعلا متأثرة بما تمر به البلاد حتى منصب الأمين العام للأمم المتحدة لم يسلم من هذه الانتقادات هذا المنصب لم يحميه من هذه الحملات وهي صحيح؟ هو يتعرض لحملة تشهير منذ البارحة فعليا على منصات تواصل الاجتماعي وتم إطلاقها عبر حسابات من نخب إسرائيليين وشخصيات مؤثرة حسابات عندها عدد كبير جدا من المتابعين على منصة أكس تحديدا يعني رصدنا هجوما إسرائيليا حادا على الأمين العام للأمم المتحدة نتيجة تفعيله للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة مثلا هذه الناشطة يعني تعرف بالمادة 99 وفي التفاعلات مع هذا التعريف ومع هذا المنشور تتحول لمادة للتراشق ومادة للتصويب على شخص جوترش نستمع إلى هذه الصوتية نستمع إلى هذه الصوتية يعني كمية الانتقاضات والدعوات للاستقالة والتشهير حتى بشخصه كبيرة جدا حتى بالمادة المسجلة وبالفيديوهات ولكن لاحظي النموذج الأول هذه مواد تنتشر على منصة تيك توك وفا يعني لا تحدث عن جيل ربما لم يسمع بالمادة 99 أساسا ولا يعرف كيف يمكن أن يفعلها الأمين العام للأمم المتحدة فعليا فقط أنه على الأمين العام أن يوجه تنبيع لمجلس الأمن عن أي مسألة بهذا بالمادة 99 يرى أنها قد تهدد السلم والأمن الدوليين وفذلك لحفظ السلم والأمن الدوليين وهو أمر طبيعي أمام المشاهد التي كنا نتبعها ولازلنا نرصدها في أخطة عزة أساسا غير كافي وغير مؤثر أمر جدا بسيء بالإبادة التي تحصل ولكن لاحظي معي حتى في الجارديون يتحدثون عن الضغط المتصاعد باتجاه وقف الحرب والذي قد يضع واشنطن بحسب هذه الصحيفة أمام مواجهة في الأمم المتحدة وتتحدث الصحيفة أيضا عن ثمن ديبلوماسي باهض يتعين على الولايات المتحدة أن تدفعه لمنع وقف إطلاق النار يعني موضوع الأمم المتحدة فرض نفسه حتى على الأعلام الغربي نتحدث عن الأعلام البريطاني والأمريكي والجمهور يتفاعل مع هذا الحدث ولكن حتى هذه الساعة دعوات لاستقالة كوتيريش ودعوات لاستنكار الموقف الذي صدر عنه والاعتباره أنه طرف متحيز وحتى اتهامات لهذا الشخص بأنه غير مهتم بالجانب الإسرائيلي ولم يقدم للجانب الإسرائيلي الدولة المطلوبة يعني إلي كوهن وزير الخارجية الإسرائيلي يقول فترة ولاية كوتيريش تشكل خطرا على السلم العالمي هذا يقودنا ونعود إليك سيد كوهن انطلاقا من هذه المرة موجة التصاعد للغضب الانزعاج من هذا الموقف للأمين العام للأمم المتحدة هل بالفعل يمكن أن يأخذ الولايات المتحدة إلى مواجهة في مجلس الأمن وهذه مفارقة وهل ما شعرت به إسرائيل يعني من الانزعاج بأنها هي فوق القانون لطالما كانت بالتاريخ يمكن أن تحاسب هذه المرة أو بداية المحاسبة من خلال تفعيل هذه المادة أمام هول الجرائم التي ترتكبها نحن رأينا الولايات المتحدة وهي تستثمر ديبلوماسيا مرارا وتقرارا دفاعا عن إسرائيل في مجلس الأمن التابع لأمم المتحدة والدول الأعضاء الأخرى خاصة الصين وروسيا هذه الدول سعت لكي يكون لها حل متوازن وأيضا سعت للتوصل إلى وقف إطلاق نار في مجلس الأمن ولكن الولايات المتحدة قامت بحماية إسرائيل عند كل مرحلة وهذا يظهر بأن ذلك كلف كان له تقلفة باهظة ديبلوماسيا لأن الولايات المتحدة الآن في حالة عزلة متزايدة بينما تستمر بدعم إسرائيل وتتحكم إسرائيل بالتوجه الأمريكي في مجلس الأمن ما الذي قد يحصل في المستقبل يمكننا أن نخمن ولكن من المثير بالفعل أن نرى أن إسرائيل إسرائيل تدين بوجودها بأكمله للأمم المتحدة إسرائيل هي وليدة لمشروع قرار صدر على الأمم المتحدة إذن عندما يتحدث إلي كوهن والحكومة الإسرائيلية دائما يتحدثون ويتحدون الأمم المتحدة ولكن في نفس الوقت إسرائيل تدين الأمم المتحدة بوجودها وهذه مفاركة كبيرة ونحن يمكننا أن نأمل فقط بأن نصل إلى شكل من أشكال المحاسبة أو ضغوط قصوى على إسرائيل كي تقوم بوقف إطلاق النار والحكومة الأمريكية إدارة بايدن تدرك بأن الوقت ينفذ لإسرائيل وذلك بسبب السمعة الدولية وأيضا بسبب الضغوط المتزيدة من العواصم حول العالم ضغوط تطالب إسرائيل بوقف الحرب والولايات المتحدة هي فقط تستطيع أن تحمي إسرائيل ولكن إلى أجل معين سيد كوهن هل يمكن أن نشهد استخدام حق النقد الفيتو من قبل الولايات المتحدة لحماية إسرائيل بأسياق سياسي وبالسياق الآخر إذا ما تحدثنا عن منبر الأمم المتحدة الذي نتحدث عن منصب الأمين العام للأمم المتحدة ألا يجوز أن يكون محايدا يعني من غير المفهوم بأن يكون محايدا ويعبر بالفعل عن المخاوف الأساسية في ظل استمرارية يعني هذه المشاهد التي ترتكبها إسرائيل من قتل للأبرياء في غزة وكيف يتم حماية هذه الشخصيات وعدم حماية منصب الأمين العام للأمم المتحدة ونشهد هذه الحملات التي تنتقدها كون جوتيرس يواجه مثل هذه الدعوات هذا يشير إلى مدى الأحداث المروعة التي تحصل في قطاع غزة جوتيرس هو يقف إلى حد كبير إلى جانب الولايات المتحدة على سبيل المثال عندما يتعلق الأمر بالخطة الأمريكية لإجتياه هايتي وهذا عبارة عن خطة لولايات المتحدة في هذا الملف دعم كون جوتيرس ذلك بشكل كامل وعلى رغم من أنه لا يوجد أي سبب للمولايات المتحدة أن تدعم اجتياه هايتي وبالتالي ليس الأمر وكأن كون جوتيرس هو شخص معادي لأمريكا وعادة يتصرف كطرف حيادي ولكن كونه اتخذ هذا الموقف هذا يظهر بأن الأم المتحدة حتى يتم تكذيبها وانتزاع المصداقية منها المؤسسة الدولية والحقوق الإنسان كل هذا يتم إلغاه من خلال ما تكون به أفعال إسرائيل والإبادة الجامعية من قبل إسرائيل إذن جوتيرس يحاول أن يحمي مصالحه وأيضا يحاول أن يحمي مصداقية الأمم المتحدة هذا ما يكون به عندما يتبنى مثل هذا الموقف نعم ننتقل إلى محورنا الثاني في هذه الحلقة ونتوقف عند جانب آخر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حيث تعمد إلى تغييب شخصيات طبية ونخب ثقافية وأكاديمية لها وزنها وتاريخها عن المشهد في قطاع غزة ولماذا نشهد تصاعدا ملحوظا في التقارير الإعلامية الغربية التي تحاول وتستمر بشيطنة قائد حماس في غزة يحيى السنوار بها نبدأ البداية من استهداف النخب حينما نرصد عدد النخبويين والشخصيات الأكاديمية التي استهدفت في هذه الحرب هو ليس بالعدد القليل بل عدد كبير صحيح وقبل دقائق من انطلاق هذه الحلقة وصل نبأ استشهاد البروفيسور رفعة العرير أحد أبرز الكتاب والشعراء والناشطين في غزة وقضى حياته وهو يحاول صوت غزة للجمهور وإلى العالم واستشهد في غارة جوية استهدفت منزل شقيقته وبالتالي استشهد هو والعائلة وشقيقته وأخيه وأطفالها الأربعة أيضا سنشاهد الصوتية الأخيرة التي قام بنشرها على حسابه على منصة أكس ومن ثم نستكمل الشخصيات نحن سيخبرنا على أحد أ LEغة فتح أفضل أيضاً وهذا ما أرحمها أيضاً؟ وأنا لم ن succeed تغيير أن أفعل ذلك. وأنت أخبر من أحد أن أسألنا أن أقوم بأن أحياني وإنما أحياني الأفضل لديه أفضل المعيشة أحياني الأممان ولكن إن الإسرائيل إذا كانت القيام بإمكاننا مستقرنا لإنسان الأممان إن أخبرنا أيضا لإنسان الأممان إنني أنت هذه هي الأخطة أنت قد أفعل ذلك وهذا يعني انطلاقا من هذه الصوتية والرسالة الأخيرة واضح كان التأثر حتى على الشهيد رفعة العرير بمداخلاته وتأثيره حتى بنقل الصورة من داخل قطاع غزة بما كان يشير إليه إلى الجمهور الخارجي صحيح وكان من الناشطين على منصة أكس وجزء من عملية تصدير الصورة الميدانية والواقع الحال يوميات الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر ويعني رحمة الله على الدكتور أيضا في شخصيات عدة لابد من أن نذكرها بشكل أساسي سنبدأ من القطاع الصحي حيث استشهد الدكتور رائد مهدي مع عائلته كاملة وشقيقه الدكتور باسل مهدي أيضا عندما تم قصف مستشفى المهدي الخاص في غزة ويعني بحسب المنشورات وهم يؤدون دورهم الإنساني والطبي المطلوب منهم في مثل هذه اللحظات على واجه الخصوص أيضا الاستمرار في اعتقال مدير مستشفى الشفاء دكتور محمد أبو سلمية وهذا المنشور لدكتور غسام بستة الذي طالب بإطلاق صراح الدكتور محمد أبو سلمية وربما كانت فرصة لكي يتفاعل الناشطون مع هذه المادة ويكثفون هذه الدعوات وهذه الحملات دكتور أغسام بستة عين بشكل مباشر كطبيب من منظمة أطباء بلا حدود وكان في مستشفى الشفاء تحديدا حتى وفا ولو لم تكن مؤثرة هذه الدعوات وهذه الحملات المناصرة التي تظهر مع المنشورات التي يتم نشرة حتى الأمم المتحدة يتم انتقاضة من إسرائيل عندما لا تقدم الدور المطلوب منها على المكياس الإسرائيلي ولكن هذا يعزز جانب من جوانب الانتصار بحرب الصورة وتوضيح سلوكيات إسرائيل أمام الجمهور وتعريات إسرائيل فعليا أمام الجمهور الغربي على وجه الخصوص وفضح ما تقم به بسلوكها وما اتخذته من مسارات باستهداف هذه الكوادر تحديدا طبعا هي عملية متعمدة وليست عملية بريئة لم يتم استهدافها للشخصيات بطريقة بريئة عن طريق الصدفة نشاهد مثلا من الشخصيات البارزة أيضا التي استهدفها الاحتلال مدير الجامعة الإسلامية في قطاع غزة سوفيان تاية وهو أكاديمي وعالم فيزياء فلسطيني وكان أحد الباحثين الرواد بمجالي الفيزياء وأيضا الرياضيات التطبيقية أبلايد ماثماتيكس ولا ننسى أيضا الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف يعني يعد من أقدم الإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة العدد كبير جدا وعمل أيضا محاضرا بالجامعة الإسلامية التي استهدف رئيس جامعته يمكن أن نقف عند مجموعة كبيرة من الشخصيات وحتى من النخب في مختلف المجالات ولكن الهدف كان من اختيار عينة سريعة هو أن نثبت للرأي العام والجمهور أن هذه الآلة القتل يعني لا تعمل بشكل عشوائي ربما تعمل بشكل عشوائي باستهداف المدنيين لأن تريد أن تبيد العدد الأكبر وأن توقع العدد الأكبر من الضحايا في صفوف المدنيين ولكن حول موضوع الشخصيات والنخب هذا أمر متعمد يعني هو ينشر حالة إحباط نفسية ومعنوية عند الجمهور أيضا هو يدمر نوع من المخزون الثقافي والمعرفي وإمكانية نقل وتشارك هذه المعارف وهذه العلوم وحتى عملية المراكمة التي حصلت في قطاع غزة على الرغم من الحصار وعلى الرغم من كل آلة الدمار وآلة القتل المستمرة في معاقبة المدنيين والأبرياء كان مثل هذه الشخصيات يجدون الوقت والجهد ويتفوقون على كل الظروف المحيطة بهم ليثبتوا للعالم أنه حتى تحت القصف والدمار والاحتلال والحصار نحن قادرون على إنتاج معرفي حتى وبنقل نعم يمكن تقديم هذه النماذج الفكرية اللامعة ويمكن تصدير صورة غزة الحققية غزة المعرفية والصامدة يعني بها كما ذكرت هو ليس من باب الصدفة وحتى في استهداف أعتقد لاستشهاد وزير التربية السابقة بالحكومة التي شكلتها حماس السيد أسامة لمزيني أو الشهيد بات للأسف أسامة لمزيني كل هذه الأمثلة لاستهداف كما ذكرت الزميلة بهاية سيد دان كوهن هل يمكن القول بمسار باستراتيجية ممنهجة تقوم به إسرائيل لدور وتأثير هذه النخب على كافة المستويات وفي كافة القطاعات وتشويه صورة الفلسطينيين الذين هم أثبتوا عبر التاريخ بأنهم لديهم الكثير من المقدرات الكثير من الشخصيات القادرة على أن تلمع بمجالاتها وبنقل هذه المعرفة حتى بضل وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة تكنولوجيات الحديثة إلى خارج الحدود الفلسطينية يبدو الأمر كذلك بالتأكيد كان من دواعي شرفي أن عارف رفعة العرير وذلك خلال تواجدي في غزة التقط معه الزيتون قرب منزله في الشجاعية الشرق مدينة غزة في عام 2015 وأيضا قمت بزيارة إلى صفق أن يعلمه في جامع الإسلامية في غزة حيث استخدم الشعر والأدب وذلك من أجل تعليم الناس حول الفرق بين اليهود والصهاينة وأيضا تدمير الدعاية السهيونية التي تقول أن هناك أن السهيونية هي اليهودية كان من دوعي فخري أن أقوم بذلك وكان بالفعل عبارة عن منارة بالنسبة لي خلال وجودي في غزة وبينما كنت أصور الفيلم الوثائقي قتل غزة وخلال حديث من آخر حديث معي قلت له أن خلال تلك الفترة في غزة كان وكأنني أوثق ما يحصل قبل ما قام به النازيون ضد اليهود وهذا الشعر وهذا الأدب سيكون ضمن الكتاب لضحايا السهيونية في واشنطن كنت أتحدث أو أتوقع ولكن لا أتوقع أن يكون هذا الحديث آخر حديث وقبل هذا البث أدركت بأن الحديث هذا كان آخر حديث ولكن إرث هذا الشخص يستمر ورفع على العريل لن ينسى وهو فقط شخص من بين العديد من الشخصيات شخصيات من النخب المثقفين الأطباء والمهندسين العقول اللامع في غزة يتم القضاء عليها وذلك من أجل تدمير المستقبل إسرائيل تقوم بذلك ولكن أؤمن بقوة بأن إرث هذا الشخص وإرث هذه الشخصيات الأخرى أؤمن بأن هذا الإرث يستمر ولكن أيضا غزة لن تزول سنرى مستقبل أكثر مشركا ولكن هذه السياسة سياسة القضاء على هذه الشخصيات السياسة لا يمكن أن نصدقها ولا يوجد أي شك بأن رفعة العريض والعديد من الشخصيات الأخرى قتلوا بواسطة قنابل أمريكية ولا نسمع ذلك أبو وسائل الأعلام CNN أو MSNBC وحتى نيويورك تايمز لا تذكر مثل هذه المواضيع وأريد أن أشير أيضا إلى باري وايتس ما يسمى بصحفي أمريكي وسبق وانعمل للنيويورك تايمز والآن لديه عملية تسمى بالصحافة الحرة وهو حرد ضد رفعة العريض وحاول قتل رفعة العريض أو ضع إلى قتله على تويتر والآن تستطيع هذه السيدة أن تفتخر وتقول بأنه تم قتل هذا الشخص إيثن باريت وايس لديها أيديها مضلطقة بالدماء وكذلك الأمر بنسبة لأصدقائها مجرمي الحرب سيد كوهن بهذه الرسالة الأخيرة للشهيد رفعة العريض كان يقول أن أقصى ما أمتلكه هذا القلم الذي قد يمكن أن واجه به المحتل الإسرائيلي في هذا المنزل وماذا يريدون هل يريدون أن ننتحر جميعا هل كان القلم هو السلاح الأخطر الذي أيضا يرهب الإسرائيلي لهذا يقوم باغتيال الشهيد رفعة العريض وآخرين ضالعين في هذه المجالات ومفكرين ومؤثرين رفعة العريض كان يجسد روح المقاومة وهو اختار المقاومة غير المسلحة اختار أن يعلم وأن يكتب وأيضا أن ينشر المعرفة بين طلابه وأن يتفاعل مع العالم الغربي مع أناس يتحدثون اللغة الإنجليزية أو مع جمهير يتحدثون اللغة الإنجليزية رفعة العريض لم يكن شخص مقروح كان شخص يديه ثقافة عالية وبسبب ذلك بسبب احتضانه للإنسانية وبسبب هذه الشخصية الصادقة وكيف كان يمثل كل ما هو إيجابي في فلسطين وغزة والإنسانية لهذا السبب تم قتله وهذا ما لا يمكن أن تتحمله إسرائيل لا يمكن أن تسمح بوجود الإنسانية لا يمكن أن تسمح للفلسطين أن يروا بأنهم أن يتم نظر إليهم على أنهم أناس وبشر وهذا ما كان يبرع به رفعة العريض ما كان يمثله ولهذا السبب هو وأفراد أسرته وعشرات الألاف من الفلسطين لهذا السبب يتم القضاء عليهم لأنه ينظر إليهم من قبل الصهاينة والقيانة الصهيونية والمتحدة ينظرون إليهم على أنهم أقل من البشر هي للأسف هذا هو الواقع حتى عدم النظر بالنسبة للإسرائيلي ومن خلف من يدعمه هذه اللوبيات ومجتمع غربي أن يساو الفلسطيني وأهل الغزة أو الغزاوي بالبشر وهذا بشهادة مهمة ذكرها ضيفنا السيدان كوهين ولكن سننتقل إلى أيضا بضمن هذا المحور العودة إلى شيطنة قادة محور المقاومة ولسيما يحيى السنوار سحيح في هذا البحث السريع وفا سنبدأ بموضوع الاطلاع على البيانات وكيف يتم التعامل من قبل الإعلام الأمريكي والغربي بشكل عام مع موضوع يحيى السنوار اليوم ببحث سريع على جوجل عن السنوار نجد يعني الآلاف من المنشورات ولكن سأخصص البحث بموضوع الأخبار تحديدا نجد أنه فيه تضفق هائل جدا لعدد المقالات والمواد المنشورة في الأيام القليلة الماضية حول موضوع يحيى السنوار اللافت في هذه العنوين أنه دائما المحاولات هي لتحديد هذه الشخصية ولإعطاء خلفية للجمهور الغربي الذي لا يعرف الكثير من هو يحيى السنوار من هو الشخصية الأولى المسؤولة عن اليوم الأكثر دموية في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي أيضا موضوع اعتباره أن الرجل الميت الذي يمشي رجل الظل يعني توصيفات مختلفة وحتى تقارير مصورة يعني يتم عرضة على الشاشات المختلفة حتى نعاين بالتفصيل أيضا كيف كان شكل ضخ المحتوى حول موضوع السنوار في هذا البحث سأكون بمقارنة عبارة السنوار بعبارة نتنياهو في كل أنحاء العالم وفا وسأحاول أن أجمع الداتا لأيام يعني لتسعين يوما مضت هذا سيكون شكل الخط يعني الرسم البياني الرسم البياني الذي يظهر شكل المحتوى واضح أنه في الأيام القليلة الأولى من طفان الأقصى موضوع السنوار حصل على كمية تفاعلات أكبر من العادة مقارنة بالأيام السابقة قبل صبيحة 7 أكتوبر ولكن لاحظي أيضا أنه بعد مرور أقل من شهر على طفان الأقصى بدأت تتراجع كمية البث والنشر حول موضوع السنوار ولكن لاحظي في الأسبوع الثاني من نوفمبر كيف جرى ضخ كمية محتوى كبيرة جدا عن السنوار هنا تم الحديث عن هدف إسرائيلي بإمكانية اغتيال قادة لحركة حماس ولسيما شخصية السنوار ونتحدث فيما بعد تم إطلاق الأسرة وهنا كان في شخصية الفيديو الذي أثر بشكل كبير بحقيقة الصور والحقاب وتحديدا هذه المرحلة تسمى علميا بمرحلة التحضير لتعويم المادة وتعويم السردية وتعويم الشخصية أمام الجمهور والرأي العام الغربي ليجري استعراض من الجيش ومن حكومة الاحتلال وهي عملية الاستعراض التي نشاهدها في اليومين الماضيين البارحة العنوين في مظم الصحف الغربية كان محاصرة بيت السنوار ومطاردة السنوار الوصول إلى عقر دار السنوار وما شابه وبالتالي حتى يتم تصوير هذا الموضوع لأنه إنجاز أمام الجمهور وأمام الرأي العام الغربي يجري تعويم هذه الشخصية أمام الجمهور نفسه أعطاءهم الخلفية اللازمة لكي يظهر هذا الحدث وكأنه فعليا إنجاز من قبل الجيش ولكي نعطي سياق أوسع في عملية التحليل سنستعرض جزئية مرتبطة بهذا الموضوع لأنه تتكرنا فعليا وفا بما حصل مع الفريق سليماني نفس الأمر في مرحلة من المراحل كان يصور الفريق سليماني على أنه شخصية العام البطل الذي حارب داعش حرر الأراضي صحيح حارب الإرهاب وعزز هذه الروحية يعني في عدد كبير من المناطق هنا في عالمنا العربي هذا أزعج الأمريكي فذهبوا إلى والإسرائيلي إلى تشويه صورة القائد والشهيد قاسم ولكن قبل ذلك كان في تعويم لهذه الصورة حتى يأتي ترامب وتأتي المؤسسة الأمريكية وعندما يتم استهداف الفريق سليماني يصور الأمر على أنه إنجاز من قبل المؤسسة العسكرية وأنجاز استخباراتي وأنجاز للأمن القومي وكل محاولات تصنيف هذا الأمر على أنه تم تحقيق أمر لافت من خلاله في هذا الاستعراض هنا أمامي سأبحث عن كلمة سليماني لنستعرض كيف أنه الأداء الأداء على مستوى المحتوى على مستوى ضخ المعلومات هو نفسه يعني نعينه اليوم أيضا بموضوع السنوار ببحث سريع وسأبدأ البحث منذ العام 2016 يعني قبل عملية الاختيال هذا شكل الرسم البياني بطبيعة الحال نتوقع أنه عام 2019 عند حادثة الاختيال كانت كمية المحتوى الأكبر ولكن قبل ذلك كل هذه المحاولات هنا المحاولات الأصغر نسبيا كان فيها أيضا عملية ضخ لمحتوى وضخل نوعية من الصور ونوعية من الأخبار لكي تعلق هذه الشخصية أمام الجمهور الغربي وتصبح يصبح فيه خلفية يعني عند الحديث عن هذه الشخصيات واستعرضنا نوعية العنوين التي يتم الحديث عنها اليوم إن كان بالبي بي سي والإضاءة على يحيى السنوار ونشأة يحيى السنوار ونماذج مختلفة فينانشل تايمز عندما تكتب أنه رجل ميت بيننا أيضا بالأعلام الفرنسي نفس الأمر يتحدثون عن أصول يحيى السنوار وتجميد هذه الأصول هذه مادة سخيفة لدرجة أنه لا يمكن التعامل معها فقط للترويج لإسم هذه الشخصية بشكل أو بآخر كما ورد في أحد التعليقات أنه خرج من الأسر إلى النفق وبالتالي عن أي أصول وعن أي سفر يتحدثون ولكن هم لم يقرأوا ماذا كتب بروايته يقول أنه هذه ليست قصة الشخصية بل قصة أو قصة شخص بعينه هذه رغم أنها كلها أحداث حقيقية ونحن قصتنا قصة فلسطين المريرة بهية ولا مكان فيها لأكثر من حب واحد وعشق واحد يتحدث عن فلسطين وحب الوطن أيضا بالحديث يمكن عن القوى غير المتكافئة سنتابع هذا الفيديو حيث أحرج الصحافي وضيفنا كذلك سعيد عريقات أحد المسؤولين الأمريكيين عندما سأله عن موقفه من جريمة الاحتلال بحق الأطفال الخدش بإحدى المستشفيات شمالي قطاع غزة فالنتابع الإعجاب هناك ازلال رغم الأشرة Therefore الإسرال's assault force the nurse to leave babies behind they were found decomposing are you aware of the story? I am aware of that report Okay And do you take it as it happened or if it did happen is that a war crime? Said I would say that is a tragedy Okay It's a tragedy for those babies Right It's a tragedy for their family members تريد أن تكون هناك ممكن إطلاعاً على المعلومات بها. في هذه المعلومات الآخرية تحديث عبر للغاية. أنت أيضاً على دراجنات بها. وضعنا نجل قطعة زرائط بالفيديون والصعب للغاية. وفعلها أنه يحضر جيدة أنه يجب أن نقوم بأمر أكثر نهائية كل أمر على أن أن تتحفن في الإسرائيل وأن تتطاق بأنها تتطاق بكل أمر أن نقوم بإنسالها وأنه لذلك يجب أن نقوم بحركة ركتاة لتحفن بإنسان وأنه لذلك يجب أن نقوم بإمكاني سورطة يتطاق بإمكانكم في أي داخل المنزل فقط توفين هذا اليوم قتل المدنيين سيد دان كوهن مرتبط بالنسبة لماثيو ميلر فقط بطبيعة هذه المعركة واستهداف المدنيين وكأن هذا أمر لا يعنيهم واضح التهرب من هذه التهرب الإجابة على سؤال الصحافي سعيد عريقات ولكن بجزئية مهمة أثرتها زميلة بهية حول شيطنة هذه الشخصيات القائدة اليوم للمقاومة الفلسطينية وقبلها كان شهيد قاسم سليماني هل يمكن القول بأن هذا منهج يعتمد بتعويم كما قالت زميلة بهية لهذه الشخصيات من ثم استهدافها لتقول إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية بأننا حققنا إنجاز باستهداف هذه الشخصيات نعم بندود أدنى شك هناك تركيز مبالغ فيه هناك تركيز مبالغ فيه على يحيى السنوار وعلى قادة حماس وعلى رموز المقاومة في وسائل الإعلام الأمريكية من أجل التغطية على الحقيقة والحقيقة هي أن إسرائيل تقوم بالقضاء وقتل أسر بأكملها بما في ذلك أطفال ردع وأطفال ولا أحد يريد أن يتحدث عن ذلك ولكن حتى المتحدث بسبب وزارة خارجية ماتيو ميلر في هذه اللقطة التي شاهدناها أجبر على الاعتراف بأنه جرى قتل عدد مبالغ فيه كما قال عدد مبالغ فيه من الأطفال والبدنين وأطفال الردع الفلسطريين وهذا الدفاع الأفضل الذي سطاع أن يقدمه ومن ثم طبعا لجأ إلى الأسطوب القديم حول استخدام حماس المدنيين كدراء بشرية وهذا سبب وفاتهم ويجب أن أشير أيضا إلى أن ماتيو ميلر خلال المؤتمر الصحفي زعم أيضا بأن حماس لا تريد الإفراج عن أسرى إسرائيليين من النساء وذلك لأن أدلة الإختصاب ستظهر في هذه الحالة ولكن الجيش الإسرائيلي بنفسه نفى ذلك وقال أن هذا أمر خطير أن ننشر هذه المزاعم ويجب أن يكف الناس عن الأدلاء بالتسريخات غير مسؤولة إذن نرى بأن الدعاية يائسة وهي تفشل وأيضا هي رواية كاذبة إلى حد أن هناك بعض وتباعد وتناقض بين الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية ولكن كل هذا فقط من أجل بعض الإنظار عن حقيقة ما يحصل أي الإبادة الجمعية والحكومة الأمريكية ترغب بشدة بأن تمنع هذه الحقيقة من أن تنكشف وشخصية القيادة يحيى السنوار يمكن بالصور والحقائق التي وزعتها المقاومة تحديدا بكيفية تعامله مع الأسرى الإسرائيليين تضحط كل هذه الأكاذيب التي تساق من الجانب الإسرائيلي سيد دان كوهن على كل أحوال شكرا جزيلا لك دان كوهن النشط السياسي كنت معنا مباشرة من واشنطن والشكر موصول لك الزميلة بهية حلوي مديرة الميادين أونلاين الشكر الأكبر لكم مشاهدين الأكارم على طيب المتابعة لهذه الحلقة من حروب الإعلام طفان الأقصى في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة